موجز الأخبار من يمن شباب أهلا بكم أدى اليمين دستورية عوض محمد عبدالله العولقي بعد يومين من صدور قرار بتعينه محافظا لشبوى خلفا للمحافظ المقال محمد صالح بن عديو وعقب أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية دع الرئيس عبدالربو مصور هادي المحافظة الجديدة إلى توحيد الجهود المجتمعية بالمحافظة وتعزيز اللحمة وتوحيد نسيجها المجتمعي لمواصلة الانتصار وتحرير ما تبقى من مديرياتها ورفع المعاناة عن أبنائها لتتجاوز تحدياتها أحبطت وحدات من الجيش الوطني بمحور تعز محاولة تسلل لميليشيا الحوث الإرهابية وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش في مدرية مقبن غربي المحافظة رصدت محاولة الميليشيا في التقدم والتسلل إلى مواقع جديدة في جبهة الطوير لكنها فشلت وانصحبت إلى مواقعها السابقة أصيب رئيس رابطة مشجعي نادي السقر المكن خالد الشوكولاتة بعد إطلاق النار عليه من قبل قناص ميليشيا الحوث الإرهابية المتمركز في معسكر الأمن المركزي شرق مدينة تعز وقالت مصادر مقربة من الضحية ليمن شباب إنه أصيب برصاصة في فخذه الأيسر بينما كان مارا بدراجته في منطقة كلابا شمال شرق المدينة قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني في جبهات جنوب محافظة مأرب وقالت مصادر عسكرية لقناة يمن شباب إن مقاتلات التحالف العربي نفذت خلال الساعات الماضية عدة غارات جوية قتل خلالها عشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية إضافة إلى تدمير عربات عسكرية بينها دبابة وعربة بي أم بي في الجبهات الجنوبية دمتم آدم اليمن بألف خير إلى اللقاء